اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الدليل على مسافة القصر ما الدليل يهيئ الي انه يتكلم على مسالة ان هذه المسافة هي المسافة التي تعتبر صفرا عندهم باربعة برد على ابن عباس عبن عمر في هذا الباب فقرروا كل حكم يتعلق بها في هذا الباب قال نقل 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 يكون نقلا مؤاخد عليه ناقله هو اذا كان على مسافة القصر هنا قال استحبه ورواة احمد على الوجوب يعني على المنع والشفعية ايضا رون على المنع وان كان ايضا مواجه عند الشفعية ويترجح ايضا عندهم انه ليس على المنع وانه يجوز نقله وانه يرجح النقل وان كان الصحيح المعتمد عندهما عدم النقل ويأسب من من نقل ان كان في البلد ما في البلد غنية هذا فرع اخر يتكلمون عنه واساس ذلك حديث معاد في قولي توقف من اغنيين فترد على فقرائهم هذا يمكن يرد عليه بسهولة كيف يرد عليه يعني يرد على استلال به كيف نعم فقرائهم عائد عليه على المسلمين وان كان الظاهرنا عائد على لفس البلد لكن قلنا على المسلمين وهذه التي جعلت لإما يقولون يحرم اعطاء الزكاة ليشل الكافر لا يأخذ لا تنقل الزكاة من بلد بلد والله أنا أقول لا تنقل حقا إلا زكاة في البلد غنية لكن لكن الله أسم خففت الحكم لكن لا تنقل شيخ أصلا التأصير العام الأقربون أولى بالمعروف أنت من بجانبك يجوع وتقول أنا أغني البلد الفلاني لا أريد أخمور هذا مسألة أخرى هذا مسألة أخرى الاستثناء من أجل القرابة الاستثناء من أجل المصلحة العامة طبعا إذا كان فيه جهاد فيه علم هذا جائز يعني يعني خذ فيها مجاعة وعندك في مجاعة ما تفعل أخمور أخمور الأمثال المصرية العالية المياة لا تعدى عالعة شوف يعني لازم يشوف تحق المعلاق أولى بالمعروف نعم صدر المخلاف هنا العشيرة على مقال فيها مجل ورغي عن نعم عبد العديد رضي الله عنه ورحمه أنه رضي ذكاة مطيئة من وصال بشان إلى وصال ورغي عن حسن المفعي رحمه الله أنه نتالي لأن أخذ فتاة من جلد من جلد بمي طرار رضي ورحمه رحمه 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 يقول وقال سعيد حدثنا سفيان المعمر وات بحديث معاذ رضي الله عنه ورضه وإسناده ضعف فيه انقطاع ويعضغ ما تبناه الحنبلة بأن الحسن والناخ أنه ما كره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ورد عن رضي الزكاة من خراسان الشام ومن شام الخراسان والحديث ظاهر عندنا معاذ بن جبل قال بأن تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم فقال فقرائهم تخص البلد التي أخذ منه الأغنياء فترد على فقرائهم ومن ناحية النظر هم أولى الناس بمال زويهم هؤلاء هم أهلهم فهم أولى الناس بمال زويهم لذلك قالوا ترد على فقرائهم لكن هنا يقول كان قال إلا لذي قرابة يعني هنا استثناء لأنه لا يخالف كلام الحابين الحابين قالوا بأن النقل ممنوع النقل عموما فقالوا بأن الكرها كاد على الحسن قال إلا لذي قرابة قالوا وكان أبو عليها يبعث زكاة إلى المدينة وهذا مخالف للرواية لذلك قال ابن قدام ولنا بينا الأدلة التي ترجح المذهب وهي حديث معاذ بن جبل وارضة وارضة وانا قال الناحل ة حديث وإども من ثق إستث س Hang س م م الله бор الحديث ضعيف لكن هذا يبين لك أنه غطاب بيّن له أن الأصل كأنه استقر هذا يمكن أن يستذل به على حقيقة الأمر يمكن أن يستدلب ذلك على الإجماع الصحابة جميعا يقرون عمر بالخطاب في هذا البلد ولذلك أرسل إليه قال ما بعثتك جابيا ولا خلال الجزية أقره معاز وبين له العلة أنني كل من عندي قد اختفى وهنا باتفاق وبإجماع أيضا النقل إذا اكتفى أهل البلدة أنت إذا أقره أكتفوا يبعث يبعث لا تسأل يعني ما شعمل يمني لعب حياته كذلك ثم إذا أهل البلد اكتفوا يبعث كما بعد سنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك اجتمع وهذا حديث صحيح ومع ذلك قد أخذناها من حيث أمرانا ووضعناها حيث أمرانا وما أمرهم؟ تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فهذه فيها دلالة أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا ترد إلا لفقراء المدينة التي أخذ منها الزكاة شوف هنا قال من ثمرة ذلك من ناحية النظر أن الزكاة من أجل إغناء الفقراء فقراء أهل البلد فإن قلناها بقي في البلد الفقراء هؤلاء الذين يحتاجون ينظرون إلى الأغنياء كيف لا تكفون ويبقى مسألة الطبقية موجودة وتبقى الأحقاد على الأغنياء موجود لكن الأغنياء لما يعطوا من أموالهم للفقراء يسدون الصغراء وأيضا الفاقة ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما في طبقية ما في وغر صدور في تآلف الزكاة بالذات مادة تتوافق لأنها من باب هو طبعا ليس أحسانا لأن هذا واجب لكن من باب الكفاية التي شرعها الله للفعلها لتأريف القلوب أمام الكلمة لها أمام الكلمة لها أمام الكلمة لها انتظر لغاية ما لا أصدر تشاطر شيء وقال بصم الخالق ونقلها أجل في قوضة الأكتبئة لأن رحمه الله قال القوضي رحمه الله فالله يتراني أحمد رحمه الله يأخذ ذلك فالنسي عنه مصر في ذلك الإسلام وذكر للقوضة رحمه الله فيها يوالي تيدي إحدى الأمع يجزينه هو احترارها يلنه مدفعا فإنه دفع حق من المتبقي لباية همين تبتدي كما لو طلقها فيه لبينا ويقى ذلك الزرع احترارها السحين الرحمه الله لأنه دفع الزفاف إلى غير المهوم ربناتين لأنه دفعنا لغير الأصلات هنا لو خالف ونقلها ذعب اليمن فنقلها إلى المدينة لو خالف ونقلها في رؤيتنا الأحمد رؤية أولى رؤية أولى أنها تجزئ تجزئ أنها الأولى تجزئ ألا تجزئ تجزئ أنها الأولى أنها تجزئ لأنها ذهبت إلى الوصف الذي أمر الله بها أن تصل إليه إنما الصدقات للفقراء والمسيكين ولم يحدد بلدا معينا فصار الوصف منطبقا فصحت يعني ذهبت إلى أهليها إلى مستحقيها لذلك فكانت صحيح وغالبا فأقصر المسائل الفقهية ترى مثل هذا القياس ما هو القياس الجلسان ماذا هذا القياس الموجود هنا؟ أغلب المسائل الفقهية ترى القياس الذي يقيسه ما هو القياس؟ تفضلي أتيني بالإجابة لما ترسم الفقه تشاركونك أخوانك هنا تفضلوا ماشا عبد الرحمن قياس العلل ما هو القياس العلل بالله لا أريد أن أستخدمك فقط أو أريد أن أستخدم القياس المسائل الفقهية وطبعا هذا المسائل واسع شوية حددوا يظهر يمنح أن تحدده يظهر ونقصت من بجانبك أن أخصت حسنات الرجل من اول مغني انتهى ذاب الماء كمان الملح في الماء ولا من اول الدروس اصلا انا اتبعوا كده ما من اول الدروس بس هذا الرجل ستجيبنا عن كل حد وراه ما انت ستحجب الاخوة لغراك برضه ماشي حدد الواسع يأتي بالمطلوب هو المسألة في كل المساء الفقية ترى هذا الاساس وهو المختلفين متفق علي ايه هو بقى هنا المختلفين متفق علي ايه هو حدد تصل ها هو هاد انت اتيت بالقعدة الكلية قلت لك حدد يظهر في هذا الباب لا مش بيقص دي لا القعدة الكلية تنفع في كل مساء الفقية لكن انا عايزين بقى في المسألة هذه قلت لك حدد يظهر صح الا لا فهو يقيص خارج البلد الى على داخل البوادي نفس القضية هي اللي يفعل ذلك يأتي له بما يخالفونه فيه ويقول له فرق بين ما قلته ما ما قلته ماش الفرق فهو يقول له ما فيش فرق بين من كان داخل البلد وخارج البلد والحقيقة ان هذا القياس دائما يكون دائما يكون ضعيفا لماذا يكون ضعيفا للفوارق للفوارق وش الفوارق بقى هنا المصير والله في فوارق والله في فوارق والله في فوارق يتعلق بالمال صحيح هذه الأولى الأمر الثاني لا هو أخرجها فقراء وفقراء صرف واحد لكن نقول الأقربون أولى من المعروف الأقرب أولى بالإحسان والمعروف في الأصول الكلية من الأبعث الأقارب أولى من الأبعث ولذلك حتى في النظارة لما أهد بالنظار أنظر من وأنذر عشيرتك الأقربين ولما قامت قال قال يا فاطمة ابنت محمد سليم المالي مشئتي لا يغني عنك من الله شيئا في إيش بكلم على الفوارق سيب الفوارق بين الخارج والداخل الآن سيبك أنا ببعين له قياس هنا قياس لي صح يعني أنت هو بيقول لي أنا أأتي بك نظرا وعثرا في هذا الباب لو قلنا أخرجها معاس قد بعث طيب هذا عثرا طب نظرا قال بأنه قد أعطاها أولا لوصف منطبق هذا فقير وده فقير فالوصف ذهب المستحقية قال ولا فرق بين خارج بلد وداخل بلد لأنه يقول قاس الخارج على إيش على الداخل قلنا له القياس هنا قياس معه الفارق أبعدنا القياس يبقى له أن الوصف إيه غير منطبق لا غير منطبق ما فقير وفقير نقول من هنا في معلق الفقير استدعك هذه الفوارق لكن وده اللي يجعله إيش الأقرب أولى لكننا نتكلم عنه الوصف هذا وصف من ما وصف الله إنما الصدقات ولا مش وصف فلاص هذا منطبق فاهمين وده اللي يجعل العمل أنه يجزئ لكنه الخلاف الأكمل تعالق الفريق الفقير الأمر الأول الأقربون هم الأولى الأقرب الأكبر فذلك الأقربون هم الأولى المعروف طيب والأمر الثالث الحفظ والطبقية تكون في البدد أكثر منها فيش ما إيه اللي يحصل الأثر سيكون في الداخل لا في الخارج مفهوم طيب والرواية الثانية عن أحمد قال هذا الذي قال أنه يجزئه في هذا الباب الرواية الثانية قال لا يجزئه لما؟ قال أنه أخرج على غير وفق ما جاء بيش شر قلنا ما جاء نعم؟ نعم قال الآن على غير وفق ما جاء بيش شر جاء الشر عن تأخذ من الأغناء تعطي الفقراء في نفس البلد إنه يخرج من هذا التأصيل بأنه قال فقرائهم عامة في الوسطين وهي موافقة لعموم الآية فانطبق الوصف واختلف الكمال مفهوم؟ يبا إذا هو الذي يفعله خالف الكمال ألا ما خالف؟ خالف الكمال لكن انطبق الوصف ألا ما انطبق؟ انطبق الوصف في هذا الباب في هذا الباب في الحقيقة أنها يعني يعني أنا كنت أقول يأسا ما لا تجزئ صراحة ها؟ الآن أقول خلاف الكمال خلاف الكمال خلاف الكمال صدر في هذا الباب وعلى آخر وإذا لازم في هذا الباب الوصف يعني هنا دائرة هذه المسألة ليس فيها خلاف أنه إذا استغنى أهل البلد وبقي من الزكاة ما بقيت أنها تخرج تنقل وحتى في النقل هنا قد أتوب أنها تنقل إلى الأقرب المسألة على الأعدل في هذا الباب وقال كل ما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي إلى عمر أو الأبي بكر أو العمر كان هذا الفضله إذا الأصل خرج الأهلي فاكتفى الأهلون الفضل كان الأهلي فاكتفى الأهلون بقي عيش الأصل كفى الأهل فبقي عيش الفضله الفضل وقال الله أبو عليدي رحمه الله وقال أموال الإسلامي كان عبد المسعين أن المعادث نجاذة رضي الله معلم نبي ذا في الجلد في البحث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهاية النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وقالنا على عمر رضي الله عنه صرفت المعلم أتاني عليني فضعت أليم معايدا رضي الله عنه بطول في صدقات المس أخر ذلك عمر رضي الله عنه مضار لقد أبعد شجابين ولا كانت تركزية لكن عدتك اللي تذهب لها وليس الياس فضرت على مفاديت فقال المعايد رضي الله عنه ما رأتكو إليك بشيء وأنا أجب أحدا يحضر منه فلما كان العين الثاني بعت الله بشكل صدق بعتني ليه بيبت بيها كلها فرجعه رضي الله عنه بجسم ما رجع فقال معايد ما عددته أحدا يأخذ مني وكذلك إذا كان بجازية فلما كانت من يتفعها يا بلين بظافة على سفراء الأفضل ويستدهل وهذا يستدهل بحيث معايد وأن كان ضعيفا لكنه استأنز به بأنه لما بعث عليه قال ما بعثتك أخذ للزكاة ولا جابيا أخذ للجزة ولا جابيا فقال الذي بعثت لك بعد الكفاية قال ما بعثت لك إلا أنني وجدت أحدا يأخذه والمعنى أنه اكتفى فقراء أهل البلدة بالزكاة وفاض فضلا من مالهم فبعثاها إلى عمر المخطاب فارتضى عمر المخطاب بذلك أنها إجماع على ذلك أنه إذا استغنى أهل البلاد أنا ما أوليد ما إذا استغنى أهل البلاد إذا استغنى أهل البلاد فإنه له أن ينقلها إلى غيرها وهنا نقلها إلى إلى المدينة دلالة عنه لا يلزم أن ينقلها لأقرب لأقرب بلاد لأنه نقلها إلى المدينة وعمر لم يراجعه عمر راجعه في النقل عمر راجعه في أصل النقل لكن لما نقلها وقال أنه اكتفى أهل البلد فعمر ردنارداء لم يراجعه هذه معناها لو نقلها للأبعد إن كانت للمصلحة كان جائزا الحديث في إضافة تضر في مصر في مصر يعني مش مصر ليه عشان الصرف يعني عشان مصروف ماشي عمال فهنا الكلام على قاعدة عامة وهي أن الزكاة تكون تابعة للمال تابعة للمال حيث ما كان المال كانت زكاة في المال في هذا الباب لكنه كان في مكان وماله في مكان وبعضه في مكان فالأولى أن ينفق بعض المال في المكان وفيه وأيضا البعض الثاني في المكان الذي المال فيه وبذلك يستفيد كل ألف ألف قراء تابعة للمال حسنا لأن القاعدة العامة أن زكاة تابعة للمال في هذا الباب هذا وجود المال تشعب النفوس إليه فإن إخراجه في نفسه كفاية لأهله الذين يحتاجون نعم لأن قلنا سيرجع إلى نفس القاعدة والتقاعدة العام وأن الزكاة تابعة للمال طب المال هنا وهنا إذن الزكاة هنا وهنا لنها تابعة للمال وهنا يقول هو كان غائبا عن مصر فعداك أنه يبعث إلى بلده زكاة وفي البلد الذي هو فيها يبعث على أساس أنه يعني يكون لأنه سيعمل أو الآن يعمل يعمل الدليلين كيف ذلك الدليل أول توقف من أغنين فترض على يبقى فالغنين هو بلده وهو أصلا طارق في البلد الأخرى ليس قاطنا لكن ماله معه فأتبعوا المال أن الزكاة تكون تابعة المال قال وإذن حق الفقراء الذين هم يعني في أبدانهم حق له لأنه من بلدهم فقال يعطي هنا ويعطي هنا هذا تخريج تخريج على إيباء تخريج على إيش هذا مصير فقط أنا عشان يظهر للجلسان ما تقول أن الفقه هذا غزل ونادر جدا أن تريد فقيها مدقنا كما قالت صباحا قد تريد فقيها مسمعا مسمعا يعني لا لا هو يسمع يحفظ الفروع وماذا يفعل فيها ينقل خلاص هناك الفروع ما في سيحتكد بمثال هؤلاء حافظ فرع جدا فهو ينسب القول لإمامي ويعني الزر يمشي ده تخريج 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 على جهاز النقل تخريج على جهاز النقل نقلنا أصلا أصالة في هذا الباب طب الماء القاعدة الزكاة تكون تبعة للماء تشريب طب هو الآن لما يضعها في بلدي ناقل ولا مش ناقل ناقل مش هنقلنا قف قف الأولى الزكاة طبعا ليش أين المال خلينا أنت في برسعيد ولا ما هي هم الآن نحن نتكلم على الواقع الموجود والناس عالم أن هذا غني لأن طبعا أي تاجر أو أي غني ينزل تتسامع به الفقراء هنا كلمة ليس كاتس هذا حرف بطير والفقاة كلهم التفع وانت شوف في مكة ما يحدث لو شاهدوك بعجال انتهى موضوعك فهو أصالة النزل والمال معلوم وهو يتسامع بين الناس والزكاة تابعة للمال والمال في يده يبقى لما ينقله لما يعطيه لبلدي والمال مش في بلدي في هذا الباب انخرمت القاعدة طب ليه ما انخرمت القاعدة على تخير الجواز تخير الجواز النقل في هذا في هذا الباب نعم فضل أشوف هنا وانظر بها وقال له خلاص بقى أنت كده يعني إذا كان إذا كان حولا كاملا فأنت صرت من إيش من أهل البلدة هذه واحدة والمال كمان أيضا معك فهنا من طرفين أنك منهم والمال 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 معك فلا تخرج لبلد آخر كما المال تجارة مساف الوحي فقال قادر مساف الوحي فقال قادر رحمه الله يطر تبكاته وحيط حال حوله لأي نوبة إن كان فرقون كلام نحف رحمه الله كالتبار حول الثام أنه يسكر أن يتذكر في بلدة الفلد وبين هي المجمزة القومة فيها بلدة القول يعني هو الكلام هنا قال إذا كان حوله تام يكون في نفس البلد الذي هو فيها لأنه عرف الفقراء بأسرهم ويستطيع أن يفرق فيه لكن مع كلام الثاني ويقول يفرق زكاته حال حوله يعني في في أنه لا يمكس مكانا حولا تاما بل هو متنقل يعني يقول في هذا أو التيارة يسافر بها قال القاضي يفرق زكاته حيث حال الحول وهو متنقل نقول له حال الحول عليك في أي بلد قال في كذا قال له أخرج والمال طبعا معه لأنه مع المال يسافر به فيقول أخرج في البلد الذي تم الحول فيه أخرج في مال في في مال سويسرا يعني يعني في مصر ستحط ملك في سويسرا يعني 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 هناك أحد يقول آه لا هذا الأصل الآن هذا الأصل صحيح هذا الأصل أن المال يكون خارج البلد والله هذه مشكلة معاصرة لأن البلد أصل الذي هدى فيها أصلا كفرة عصرة بلاد كفر لو فيها مسلمين يخرج وأستطيع أصل إليهم يخرج الزكاة في بلد والله تابعة للمال المال هناك لكن الأنفع لأنه أصلا سنحب نقول أن المسلم الذي هناك عاصف فلو جدنا التفريق بين عاصف وطائع فالطائع أفضل لأنه جالس في بلد متبرأ متبرأ منه فيها عاصي قوله واحدا قال النبي سلام أنا بريء ممن جلس بلد المشركين لكن الشافع عشان يخرج المحصية قال فإن مكن دينه فيها جزله الجنس لأن البراءة جاءت لأنها سبيل إلى عدم تنكين الدين دلني على بلد كافرة تمكن المسلم فيها من دينه طيب أنت الموضوع يبقى مش ممكن يبقى عاصي وليس عاصي عاصي لماذا لا تستطيع تقول الحديث صريح بريئة الذن من جلس بين أدن مشركين ويصلون لأن يجعل القطقادة خلف الكوكل نعم 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 فأستكم في الحالة هل من قول هذا عاصي والطائع عول نعم نعم تصدر يعني عشان أنه يعتبر منه لأنها تابعة للبدن وسبب وجود الزكاة هو إيش؟ فسبب وجود الزكاة بدنه إذا تعلقت به الزكاة يبقى القاعدة العامة أن زكاة المالي تابعة وزكاة الفطرة تابعة للبدن إلا إذا ترأى طارق تتضر فيه لحظة وقال لا بأس أن يُعطى ابتداء هنا الآن الكلام هنا أن يُعطى زكاته في القرية حوله ما لم تقصر فيها الصلاة هذا ابتداء لماذا يا نصير هذا التأويلي؟ مع أنه لم يصرح بأنه ابتداء تفضل يا ربي أنت شارد يا نصير شارد ليس مركز لماذا؟ لماذا؟ لأن حد السفر عنده قاصر الصلاة يبقى كلما كان قريبا كلما كان منه نعم صدر وإن حد السفر 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 يعني مازالت المسالة على القرب والقرب أصلا لا يأخذ مسافة القصر لا يعني يأخذ وصف البعد فهو يقول يمكن للأبعد أن يقدم على الأقرب إذا كانت الحاجة ومن الحاجة القريب ومن الحاجة أيضا المرض ومن الحاجة العلم كل هذا حاجة فيقدم الأبعد على الأقرب وتكون هذه المصلحة هذا مصلب من مطالب الشرق مطلب من مطالب الشرق مقصد من خاصة الشريعة فليس الأمر على الاستدامة الأمر كله على دوران المصلحة حيث دارت نعم قال بسنا أنه إذا أخذ السالة الصادقة ونقتل إلى المائدة لنستحق لنستحق من كل مطالب ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها فلعب ذلك فيما رأى فيصل أبي حيث وقل الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقلت في بلد الصدقة ونقضت ثومات فسأل على فقال المصاد وإن يمتدعتها وإن يمتدعتها وإن يمتدعتها وإن يمتدعتها أنه يدوز له أن يبيع المصلحة أه ماذا 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 دعنا من هذه خليها من الصدقة خليها من الصدقة أرتجعها يعني أرتجعها أرتجعها يعني مع ذلك لا يكون أرتجع إلا بباع أو شوالا لاستدلال للمصلحة وهذا أدلك على أن مالة زكاة يمكن أن تستبدله للمصلحة أضرب مثلا في أحد يمكن أن أضرب مثلا معاصلا هنا سيدها الزكاة 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 يمكن أن يبيع المصلحة يا عم أسهل شيء تبديل الجنيه بدولار مفهوم كيف الأمر هذا هو وأقول فعاد ذلك للمصلحة نعم نعم أنه أنا أرى أن يبيعا ونشتريها بسمانية أو غيرها قال فإلا بنكن للمصلحة حاجة ليس لهم فإلا أن يكون حاجة ليس لهم لما أتصرف في غير ملكي بغير إذنه ولا أتصرف فضولي لأن هذه أمانة في يده على أساس أنها تصل ولا مملك الأخر بالقبط وأرد على ذلك أنه حاجز ضعيف أول شيء والأمر الثاني الكومة لا يستمنى من الزكاة فلذلك لا يكون دليل يعني ليست من الصدقة فيها عيب قال سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ولم يستفصل هم استذلوا صراحة في هذا الباب على إيش على أنه لم يستفصل هذه من الزكاة والإسم الزكاة قال تركوا للصرف في مقام الاحتمال لأنزل مزيدة العم في إيش في المقال فقالوا إذن على العموم في هذا الباب عامة مساء التصرف فيها الزكاة إن كان هناك مصلحة فلا هدى وإلا فدى كبيرة يعني طب انظر فيه انظر فيه لأنه ممكن تكون العكس انظر فيه في إيش إذا كان الوكيل إذا كان الوكيل يعني آه وكيل إذا كان وكيلا في الزكاة له أن يتصرف فيها للمصلحة فقط للمصلحة المال شوف لو كان عنده الضمان المال موجود في البيت حقا لأن المسألة مش في عين المال المسألة في المال موجود يعني هو في الشارع لانه ومع ألف جنيه زكاة وفي البيت تتصل بالزوجة قالت له الألف موجودة هي هنا عديها عد بيتك فلا هو نتصرف فيه ويجعل الألف هناك يا زكاة الآن هذا الصالح العام لأتي الشارع بإيقافه حنيفك على ما قلنا عشان يعطي هذا وذاك يعني مراشيني إذا كان بديل موجود البديل موجود خلاص البديل البديل لابد يكون موجود هذا الأهم الوطر لمصلحة المال أنت أصلا الوكيل الوكيل مأمور شرعا بالأحظ الأحظ الأحظ هو الفقير فمصلحة المال هذه أحظ تفضل أنا وصلنا في كتاب البيوع ما أدري هل انتهينا من الصيغة وما انتهينا من الصيغة وأيضا شروط البيع سندخل فيه احنا قلنا أركان أركان البيع ثلاثة صحيح العاقد وهذا انتهينا منه لو ما يعني موجود مش هديع مش هديع هو موجود خلاص المهم يكون موجود هذا الأهم سؤالي في صورة الشخص بمصر وماله في بلاد الكفار يخرجها في مصر يخرجها في مصر لما لأنه لأنه قد يخرجها لمن لا يستحق وقد أيضا نقول بأنه كانت المميزة بين طائع وعاصف يخرجها لهذا الرجل في هذا البلد يمكنه من جلوس فيها وفقره يخرج منها يبقى لا يكون فقيرا يحقق النص لا تراء نارهما أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين دكتور لو كنت المال دين على بيش في مصر يزايا يعني يعني لا أنت بتكلم على زكاة في الدين يعني الحمد لله لو كنت عشان ما تكلمش في زكاة في الدين لا لأن المال ممكن يجحط لا ما يصح لو في بلاد الكفار أنا ما أرى أن يحطي الزكاة في بلاد الكفار ما أرى إلى الآن إلى الآن أنا أرتاح لأنها تنقل وجوبا لأن ده في إخراج الفقير من البلد هذه إلى بلاد الإسلام لا 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 نعم يعني عنده عصيدة في السعودية يعطيها الفقراء السعودية يعطيها فقراء مصر دكتور قد يس عندما بعد النبي صلى الله عليه سلام عنه صلى الله عليه صلى الله عليه ومعرض صحب من وجد عليه فيها بنت مخاو لأنها خمسة وعشرون البدل فقر صحيحة بنت فقر مخاو فيوك ورضا عن خير رسول كيف القديم لله ولكن هذه نحن كومة جيد وهذا التعليل جيد أيضا وفقتيني في نهاية الحكم جيد مش شط أستاذي وصلنا إلى الصيغة العاقد والصيغة والمعقود عليه هذه ثلاثة أركان تكلمنا عنها ما هذه لتكلمنا عن إيش وصلنا أعتقد إلى الصيغة صح يعني كلم فيها الاختيار هنا الاختيار شرط الثاني الاختيار والاختيار قيد يخرج الإكراه يخرج الإكراه سلب الإرادة ورفع علمات الخطأ نسانه ما ستكره وما ستكره عليه العلماء يقولون الإكراه إكرهان إكراههم بحق وإكراههم بغير حق فإن كان الإكراه بحق كأن يكون الرجل يعني صانع روشنا في طريق الناس أو صانع دكان في طريق الناس يعرق للسيء فوجوبا هنا شوف يكره وليه الأمر للصالح العام يكره يعني يقول له أزله أنت تعرقل يقول لا حقي مالي هذا مال ملكي يقول له ملكك نقرك لكنك تضر بالعامة والقاعدة العامة عند التنازع يقدم العامة على الخاص فهنا يكره على الإزالة أو يزيله هو بشرط وقيد أن يعطيه ماله يعني يعني يشوف هو كام فيعطيه حقه يعطيه ماله في هذا الباب يعطيه حقه فإن يعطيه حقه كان كان عدلا هنا وكان الإكره بحق إذن البيع لا يبطل أما إذا جاء الرجل الرجل كما رأينا بأن الرجل يكون غني جدا ثري عنده فيلا أو بيت أو بيوتات ويريد يهدم بيوتات يعملها مجمع كما يسألون ماذا يقولون كمباوند صحيح يقولون ذلك فيأتي إلى البيت فيقول له بيع هذا البيت بلطف وأعطيك يقول له لا فيكره على ذلك بخطف ابنه بتهديده فهذا البيع لا يتم بحل محو ولو بناه يكون هذا صح إذن الاختيار شرط في صحة البيع نعم ما قلنا خلاص هذا إكره بحق والإكره بحق على التعويض يجوز وقاد وكيل ولي الأمر فله أن يزيله بحق ويعطيه حق ويعطيه حق ما فيه مشاكل بقى لمصلحة عامة أكره والإكره هنا بحق فيجوز نعم وصحيح في هذا الباب أيضا ما دمنا تكلمنا عن الاختيار فلابد أن يكون تحتها مسائل مسألة ذكره مسألة سكرانية ليه الكاره لا الكاره هذا فرعا هذا الكاره الكاره في ذلك يصح بيع وشراء إلا كان دفعا لمصيبة لا ممكن تتكلم على السكرانية ليس نحن سأل بالإرادة السكرانية يدخل تحتها مسألة السكرانية يدخل تحتها لماذا لماذا لأن السكران لا إرادة له والماذا بالمعتمد فيه والجمهور يقولون أن بيع السكرانية صحة وشراء السكرانية صحة من باب العقوب عندهم دليل واحد فيه روح تمسكوا به ما هو سكران سكران يسأل سكران الإجابة هتكون بالله سكران يسأل سكران الإجابة هتكون هتكون سيصير سطلان أو تشوف الأشرف صحي ما فيش صحيان عنده أشرف إلا في السكران تعدى 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 فيه يعني هذا الدليل الذي لهم روح دليل فيه لا دكتور تامر يقلت أنا أتكلم عن الدليل ويكلم في المسجل النظر قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم واجهوا الدليل أعواذات دليلة قلت لكم الشاهدات ودليل هات واجهة الدليلة عندك أمران النكاح ممكن مبنون خلفها ها عشان أنا أعرف أعرف لكن هم أنا أيوة ليه لأنهم تمسكوا أيوة تمسكوا بيه أن هذا خطاب لمين وإحنا أصلا بنهدم لهم هذا لكن هم لما يحتاجوا بيحتاجوا بيه طبعا هم يعاقبون وبذلك يقولون هذه جريرة مفعل فهين لكنهم يقولون أما خطاب 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 وقال يا رضي أمان الله تقوم صلى الله سكارة هذا طبعا أصلا مهدوم من أصله لأنه خطاب حالة إيش خظيم أيوة نعم شوف شوف لما ربنا يحكم أشرف في حد في هذا عجل جن سكارين بإيه صاد أستاذ الله نعم هو أصالة حقيقة الأمري هم نقول له أي عقوبة الحقيقة الوصف غير منطبق تماما ولذلك الموزن يخرج من ذلك وخلفهم في البيئ وخلفهم أيضا في الطلاق وقال وطلاق السكراني أيضا لا يقع وهذا الصحيح طلاق السكراني لا يقع فبايع السكران أيضا يعني لو جاء كوجل يأكل القاط يمني لا القاط أو يشرب شيء من ذلك يبيع ويشتالي لابد أن تمحس النظر ويشتالي يعني يمكن تكون صفقة كبيرة جدا ويشتالي يعني يمكن تجد لك سكت خلبية بعدها أنه يقول لك هذا البيع باطل في مسألة معينة والله يقتلني أنا وبعدها يعني يخدر لكن نقول شرب شرب وذهب يبيع واشتري وهو رجل غني ثري جدا وعنده أراضي وبيع واشتري فشرب وذهب يتعاقب عقده بطل مهما من اشترى منه لو جاء الفقراء اجتمع وعطوه المال واخد المال في هذا الباب ثم رجع قال هذه أرض لا لا أعطي لحد شيء خذوا ما رماها عليهم والناس كانوا يعني على الأقل قد توسموا أنهم سيبيتون في هذه الأرض تكون المصيبة كبيرة فحقيقة الأمر السكران عقده لا يصح باطل لأنه في حقيقة الأمر مسلوب الإرادة شيء إذن لو مسلوب الإرادة إذن متاز إذن لا أهلية له فلا يصح العقد بطل ثم انتقل إلى الصيغة والصيغة نعم والصيغة أن يقول بعتك كذا ملكتك والتمليك يكون عن بيع ملكتك كذا فتقول قبلت فتقول قبلت عمضة الأمر عند الشفعية معنى مختلف وكما قلت أن بعضهم البيجور لنفسه قال أصبح الآن الكلام على الصيغة بعد بيع المعطاة أصبحت ما تعالي السخرية فشو بص شو بالكلام كلام أعجب من العجب حتى أصلا في دي ما بيش فقه قال فيلزم أن يقلد من يقول بالجواز ليفر من مثل ذلك في الفقه ذلك يعني فهم بيقول مش يقول أن الحق هذا يدل على أن بيع المعطاة المعطاة يعني العرف رضيه والعرف لا مقالب شرع فذلك يكون صحيح أن هو الأصح لا يقول قلد الذي يقول بالجواز عشان ما تلود ما تعال السخرية عشان ما يقول لكش أخي أني أشتري منك رضيف العيش بجلين واحد وهذا جلين ورق ليس العملة فهم هو يقول له أريني نعم قد قبلته وتفضل وطبع ما أخلي بقى الطبور العيش كله يعني كل الطبور العيش واحد واحد يتكلب مثل ذلك والحقيقة أنهم نزلوا الشفائية نفسها نفسهم نزلوا وقالوا يعني قالوا المفروض المفروض أن يكون المعتمد أنه لو كان العرف يبيح هذه المعاملة ويثبت التراضي فيها يبا تسهل المعاملة فهم يشارطون الإجابة القبول بعموم قول الله تعالى إلا أن تكون جاتر عن طراض منكم ولقول النفس إنما إصطب حصر وقصر إنما البيع عن طراض فلابد يكون التراض بين الطرفين نعم قالوا يشارط الصيغة ألا فسط بينهم من إجابة القبول بعدك رغيف العيش بجني لو جلس كلم أمه في التلفون ثم جاء صاحبه سلم عليه ثم ذهب قال شوف البيت اتهدل بالبالكون نزلت فنظر ورجع فقال له قبلت البايع باطل لماذا لأنه طول الفصل طب ليه بقى البايع باطل أنصير لا 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 يا عندما شوفوا الفقه لماذا بقى البايع باطل أنصير لماذا يا وجيز يا فاطل أيها أيها كميل جدا التفكير بطريقة الإصبع بسيما تفقنا أنا بقول لك ليما البايع باطل عندهم هم يرون أن طول الفصل مخالف للرضى فلا تراضي والأصل أن البايع إلا يكونوا صحيحا إلا بالتراضي فلذلك لابد طول الفصل لأن طول الفصل يبقى هو متأرجح يبقى إيه دا ما في الرضا وهم كده حكموا بالظل يعني حكموا بالقرينة عليه مع أنهم ما ارتضوا بالقرينة فيها المعطاة ارتضوا بها فين نعم في هذا الباب أخاله البايع صحيح بطول الفصل وهذا نوع الذي علل أنه بدال ليس صحيح وإن كان وقعت الصيغة على المعاطاة كعادات الناس أن يعطي المشتري للبايع السمن فيعطيه منقابلة ذلك البضاعة الجبن يقطعها له ويعطي إياه في هذا الباب فليكفي ذلك المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة بايع المعطاة لا يكفي لعدم وجود الصيغة وخرج ابن سواجي قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وغيره والمحقق كرط الخبز ونحو مما يعتاد فيه المعاطاة الممالك طبعا الشخص المسلمة يرجح في البيوع الممالك ولممالك صراحة أنه حتى في البيوع فيه موسع توسعة أو مضيق تضيق ليس بعد تضيق في مساء السد الزراعة موسع فيه أبواب أخرى التوسيع فيها أيضا ينظر فيها والشفع ضيق جدا هذا الفرق ينعقد البيع ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسن الإمام بارع ابن الصباق هذا الذي مال إليه العموم وذلك النووي قال بأن المختار بيع المعاطاة والمختار ليست دليلا استغفوا الله من المختار ليست اعتمادا معتمدا المختار دليلا وإن الدلال أن النووي في هذا باب يبحث دائما عن الدليل لطريقة المتقدمين هو الراجح دليلا وهو المختار المختار محتمدا لا المختار في المذهب أصلا رد على المعاطاة قال المختار يعني المختار دليلا يعني المختار يبقى علينا إحنا وإحنا في المذهب يقول لك كده نحن ندرس ندرس المذهب غلط لأن لا تطلع بهاية هو عايز تبقى بهاية تأخذ الكلام وتأخذ دليل وتأخذ الكلام وطبعا انساق لهم بعض الأغرار الصغار لأنهم يريدون مظلة لكن لما ظهر لهم بعد ذلك ضعف هؤلاء وما فيه من بلاها في العلم رجعوا أو ما رجعوا تظهروا بالرجوع لكن انتهى أنهم لا علم لهم في هذا الباب شوف أنهم قالوا وهو المختار يعني المختار احتمادا ومعتمد مختار دليلا لا قال أنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغير ومن اختار المتول وأيضا البغوي وكثير من علماء الشفعية قالوا ذلك واختار ورد المعتمد وطبعا أصلا الآن مما عمد به البلوة هو مسألة الصغار الذين يذهبون يشترون والأهلية غير موجودة والمسألة كلها أن العرف قد 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 أريز ذلك العرف قد أريز ولذلك خالص المصنف قال فإذا وجد المعنى الذي اشترط الصيغة لأجله اللي هو الرضا إذا وجد المعنى الذي اشترط الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد يبسأ بالمعطاء وغير المعطاء المهم أن الرضا وجد لأن النبي قال حصرا وقصرا إنما البيع عن الرضا موجود إذا وجد المعنى وهو الرضا انتهى يبقى لابد أن يكون هذا هو المعتمد لأنه هو الموافق للنص وجد كلمة عن الدليل طب إنما الرضا الباقي عن ترات يبقى أيضا الرضا إن وجد الوصف انتبق أو ما انتبق صح سواء فيها لفظ أو ليس فيها طب ليما قالوا باللفظ لا لا وجدوا أن اللفظ أدل الأدلة على يعني تكلم بما يضمد فأدل أدل على الباطن في القلب وهو الرضا واستدل بذلك على أن المغيبات النساء كنا يرسلنا الجواري والغلمان في زمن عمر رضا رضا عنه إن شاء الحواج وهذا استدلال بالإجماع السكوت في زمن عمر ونساء يبعثنا والبيع والشراء يكون وعمر نفسه الموجود الذي يذهب سبع سنين هناك يفق 140 سنة سنة لأنت تعال تشوف حبيبي 70 سنة وبلعب الستيشن أنت تحسابني بمزح جالس جالس حترجع رجل هو ماسك السجار طوله كمدينة الخرطوم فابقوا بيحل الكلمات المتقاطعة هذا علم علم ابن حلموس ابن حبوس هو دي الكلمات المتقاطعة ما يصل إليها بالله عليك والله هذا علم يغب الناس وليس يزكين يا رب يهدينا ويهدي الناس يا رب يهدينا ويهدي الناس والله أنا ما تعجبت لذلك تعجبت أن الناس أصلا جلست الآن لكل فارغة وكل تافهة ولم يهتموا بدين الإسلام بحال من الأحوال أي شيء في الدين ما فيش النبي سب ولا أحد ولا أحد أصلا تمعر وجه الكتب والصحف احتلقت ولا أحد يعني تحرك له ساكن ما فيه الناس فيه سوبات عميق وأنا أقول ما زال ما زال الناس يحتاجون إلى أن يضغط الله عليهم ضغطات مش ضغطة واحدة لابد أن نرجع قال النبي السلام لما رأى منهم هكذا ما هو قد يصل إلى الميوس منه قال اللهم عليك بهم اللهم عليك بمدر اللهم سنين كسنين يوسف مسألة الدين عداوة الدين الآن بقت بجرأة غريبة من الذي جعل الذي يتجرأ على الدين يكون بهذه القوة والجرأة يعني بالزمن يعني حتى بعد قرون خيرية إلى سبعمائة سنة ما كانش أحد يستطيع يتجرأ على الدين الآن الجرأة على الدين وأهل الدين أقوى مما تتصوروا لماذا؟ 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 لأن هو هذا ضيعنا أول شيء الأمر الثاني العامة لا حياتنا ما تنادي ممكن تريد ضرب ضرب بالنبابيت كما يقولون على شوية ردة كان هتترش على خبز عيش لكن أي شيء للدين ما فيه ما فيه الولد تضايقت وضربنا عائل صغير كما كنا نعمل حادث كبير جدا ولد بطب يضيق على الولد بباس والتاني أم سبب الدين أنا انهرت نديت عليه الولد مش فقلت أدركه وكنا طبعا أنا منشغل بالولد الذي ضرب مرؤون الحمد الله جزيلا خيرا وضرب الولد يجيش مال ومرؤون يجيله في نفس المكان اللي جاي فيه يا ابن فاضي مين يا حبيب اطلع وطبع مرؤون أنا عزر أن الليلة أمسك الليلة فلذلك ضرب الولد الحمد يعني انصالح لكن سبب الدين ومشي أنا كل زهني الولد لو مات الآن عمل حادث مدعا في قاع جهنم في قاع جهنم وقلت له اطلق الله الحق أدركه وربنا وقفه الولد وقف ثلاث مرات عشان نروحه لكن شوف الله لو حكا مشهول ضربنا الولد فانشغلت أنا بالولد ثم قلت له أدركه ما استطيعا لأن ندركه لما الناس كثيرا كل واحد بيسيب الدين هكذا هكذا مافي والله لو رأانا في ذلك سيعذدنا نحن أولا قال به فابدأه وإن كان الحديث ضعيفة قال به فابدأه لذلك أنا قلت نحن السبب فيما يحدث نرجع ونصح المقدمة على الله يقبلها من لما لما تعلمني هذا الدين بس احنا عم الشيخة نعملين نتطرد من كل حتة أنا رحنا إلى أمريكا في المرة الثانية قال لك هذا لا يطر هذا المكان وبعدين أوروبا نمت الحكاية وبعدين ماليزيا وكل أنا الآن دلوقتي ممكن نتفسح على الشر يعني أقصى أقصى شيء ممكن أعمله دلوقتي وحاكلم العصفير وبين وبين وكلام سأكلم إن شاء الله بس هم بيوحدوا أكثر مني يعني العصفير بيوحدوا أكثر مني فأنت أصلا ممكن صوتك لا يصل لكن سيوصل وإذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فالحقيقة نعم نحن عندنا تخصير وتخصير بارغ وأمر ما يعلم به الله لكن على المتاح ماذا نفعل المهم أن نعطي لله الأصل ما نعطيه الفضلة ده المطلوب مننا إذا عطينا الله الأصل انتهى المضوع أنا أقول لك تصورها إبراهيم فارد صحراجر يؤذل في الناس بالحج والجنيف في بطن الأم وصله نداء إبراهيم خلاص مش عليك التوصيل ما على الرسول إلا إنما عليك البلاء قال يا رسول ما تفعل تفعل بلغ والعصم أيضا لك على خضر البلاء لكن أعطي ربك الأصل ليس الفضلة نحن جلسين هو الحمد وصلنا للنهاية بص بالله شوف بالله تعال صور الوجوه وستعلم حتى الفضلة بقت فضلة إن لله إن لي رجوع إن لله إن أنا رجوع الله يسطر علينا شيء هقول لك في شيء يزعجك أكثر من ذلك نصير حتى الأصل لو عطنا الأصل القلب ليس ثابت الرياء والصمعة وطلب المال الممدحة ومصائب أخرى تلتف حولنا ما أعلم بها إلا الله جالي فعلا اقرأ شيخ أنا ما أخذتها بقى تصور بقى هاته سكران بقى سكران راح بقى لا سور راجل مين اللي صح له دو مين لقى قاتل وقى شكل وصح حتى بعد ما استيقظ قاتل قاتل إياك 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 بالله عليك إياك وإن تتولوا ثم لا يكون أمسا نعم أستاذي لابد من صفقة اليد جائز لهم ستسموها بدلك ما فيا شيء ربحني بكده باليد يعني هم يعتقدون لا يعتقدون فيها ربحت بالله لا كل ذلك اعتقدات بطلة دين المباركة اليد في اليد يعني بارك الله بصفقة يمينك بارك الله بصفقة يمينك ويقصد دعاء له يا صح لا يا شيخ وبايع شيء من منصف الزم يا بابا انت بتغفز يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم كثير يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم